السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في القناة وفيديو جديد سيكون عبارة على غريبة البهلاب سبق لي وضعت لكم فيديو في القناة اليوم سنحضر غريبة البهلاب بطريقة جديدة طريقة رائعة وسهلة سنحضرها بالزبدة فقط سنكتفي بتحضيرها بالمارغارين وبدون ذلك هاد الوصفة كجي رائعة والبنة ديالها بلا ما نهضر عليها سوف تجربوها بيش تكتشفوا هاد الوصفة ديال البهلا اللي كجي اكتر اكتر من رائعة والصورة هي اللي كتهضر شوفوا الشكل والتشققات ديال البهلا اللي ما كتصدقش معاه غتبقى عندو هاد الطريقة هي المعتمدة من اليوم وقبل ما انتقلوا المقادر وطريقة تحضير كنتمنى انكم ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل الجارس واللايك باش توصلوا بجديد الوصفات وبسم الله على بركة الله المقادر اللي غنحتاجوها في الوصفة ديال اليوم عندي مئة وخمسة وعشرون جرام من زبدة المارغارين او زبدة الطورق عندي كأس من السكر وعندي كأس من الزيت كي ما كتشوفوا اللون ديال الزيت انا حمرت كاس ديال الكوكو في هاد الزيت وكاس ديال السمسيم او الزنجلان حمروهم غير بعض دقائق في هاد الزيت وغنحتاجو جوش صاشيات ديال الخاميرات الحلويات قبصة من الملح وملعقة صغيرة من القرفة هنيا غنبدو في تحضير الوصفة ديالنا في ايناء غنحطو الزبدة اولا او المارغارين هنيا غنحضرو الغريبة ديالنا بالمارغارين هي وصفة جربتها وجات اكثر من رائعة لانا نسبة الدهون في المارغارين قليلة مش بحل الزبدة ولي كاتجي الوصفة ديال غريبة ديالبهلاء مزيتة او فيها بزيف ديال الدهون بالمارغارين كاتجي رائعة هنيا كنضيفو كما قلت في الاول مئة وخمسة وعشرون جرام من زبدة المارغارين مع قبصة من الملح وكأس من الزيت اللي حمرنا فيه الزنجلان والكوكو كنخلطوهم مزيان 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 باش تنسج من العناصر وتولي بحل الكريمة كيما كتشوفو معايا هنا في الفيديو إلا ما قدرتوش تخلطوهم مزيان استعنو بالخلاط الكهربائي باش تحصلو على كريمة او خالط متجانس غنضيفو كأس من الكوكو ممكن تعوضوه باللوز اللي حمرتو شوية في الزيت وتحمطو يكون غير مهرمش وصافي ما ما تطحنوش بزاف كأس من الزنجلان اللي حمرتو حتى هو في ذاك الكاس ديال الزيت هنضيفوه هو صحيح ما نطحنوش هنخلطوهم مع المقادر الأولى وحنا يكن خلطو هاد العناصر باش تنسج ملينا مزيان هنضيفوه صاشيات ديال خميلة الحلويات ما يعادل استشكرام هنضيفو ايضا ملعقة صغيرة من القرفة هنضيفو ايضافات الدقيق شوية بشوية ما اذكرتش لكم في بداية الفيديو كمية الدقيق هنان استعملت تقريبا تقريبا 500 جرام ديال الدقيق ولكن مخصكمش تقيدوا بهاد العبار حيث الدقيق كيختالف هنبدو نضيفو الدقيق شوية بشوية ممكن ياخد لكم 500 جرام ممكن اقل انا تقريبا 500 جرام اللي دخلت في الحلوة ديالي هنبدو نضيف الدقيق شوية بشوية وانا كنجمع العاجين ولكن كندلكها بهاد الطريقة اللي كتشوفوها كتحاولوا تدلكوا العاجين وانتم ما كتجمعوها يعني في نفس الوقت كنجمعوها وكندلكوها بين اصابع اليد ديالنا العاجينة في الاخير كتكون متماسكة وقريبة ترمل يعني ما كتكونش ليينة وما كتكونش رطبة كنبقا وندخلو الدقيق شوية بشوية حتى كنشوفو العاجينة ديالنا تمسكت مزيان كنستمرو بهاد الطريقة كنضيفو شوية بشوية وحنا كنجمعو الحلوة ديالنا بحليلة كندلكوها ما كتاخدش مننا هاد العملية بزاف ديال الوقت يعني بمجرد نحسو انو العاجينة تجمعت معانا كنتوقفو كتشوفو معاي في الفيديو القيوام ديال العاجين كيفاش كتكون انا تعمدت نخلي هاد المقطع كامل باش تشوفو الطريقة الصحيحة باش تنجح معاكم الحلوة تشوفو الطريقة ديال جمع العاجين كيفاش كتكون هاد هي ده هو القيوام ديال العاجين في الاخير كيجي قاب طرسو مجموع يعني قريب يكون قاسح ولكن مني كنشدو فليد ديالنا كيكون رطب ولكن العاجينة كتكون متماسكة بحليلة مرملة ولكن كتتجمع بسهولة هناك ناخدو العاجينة ديالنا كنحطوها في واحد البلاستيك الغذائي كنحكمو الإغلاق عليها مزيان وكنخليوها ترتاح واحد الساعة على الأقل خليوها واحد الساعة ترتاح مني كترتاح العاجينة ديالنا كتكون نتيجة مرضية في الاخير وهنايا بعد مرور ساعة من الوقت غن نخرجو العاجينة ديالنا وغنبدو فتشكيل ديالها غنشكلوها كويرات من الأحسن نشكلو الغربية ديالنا بأحجام تكون شوية كبيرة باش تجي مشقة في الاخير غنشكلو هاد الكويرات وغن نضغطو عليهم براحة اليد ديالنا ما كتشوفو كنظن تشكيل الغربية معروف اختارو وزن اللي كيبغي الحبات يكونوا متساوية كيكون الحجم ديالهم عشرون قرام في كل حبا احسن نشكلو هاد كبار شوية باش كيجي شكل ديالهم في الاخير مزاور وكيجي مشقين كاملين كنستمر بتشكيل ديالهم كويرات وكنضغط عليهم براحة اليد كيما كتشوفو كنسخنو الفرن على درجة مئتان درجة كنسخنو الفرن مزيان من فوقو اعلى من بعد ما كيسخن الفرن كنخليو النار من الاعلى فقط على درجة مئة وثمانون كندخلو الصينية ديال الحلوة ديالنا في وسط الفرن يعني ما كنديروش الغريبية ديالنا مباشرة تحت النار كندخلوها في وسط الفرن على درجة مئة وثمانون من اعلى فقط حتى تشقق معنا نشوفو هاتشقات عاد كنطيبوها من الاسفل وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبية للبهلة ديالنا كتجي اكتر اكتر من رائعة والبنة لما نهضر عليها كتجي رائعة كنتمنى تجربو هاد الطريقة وهاد المكونات اللي حضرناها بها باش تحصلوا في الاخير على واحد نتيجة مرضية بحول الله هذا هو فيديو اليوم والفيديو القادم ان شاء الله فيكون عن قريب بحول الله اشتركوا في القناة